دلوقتي نروح مع زملتنا دينا شرف ونتعرف منها على أخبار المرور والتقص في القاهرة والمحافظات صباح الخير يا دين صباح الخير يا محمد صباح الخير يا منا صباح السعادة والتفارع على كل المصير في كل مكان فعلا نحن كمان بقالنا يومين كده في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لكن خلوني أخدكم دلوقتي في بداية حلقتنا عن جولة مرورية وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات وخصوصا إن الناس بدأت تنزل دلوقتي وهتبدأ معنا ساعة الضروة الصباحية هنبدأ معاكم من محافظة القاهرة ومن ميدان عبد المنع برياض اللي بيشهد وجود كثفات نسبية في شوارع متفرقة وفي شوارع تانية هنلاقي فيها سيولة مررية على طريق الكورنيش هلاقي كمان في كثفة مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد كمان الكورنيش المتاجه للمؤسسة في بعض الكثفات المرورية طيب لو رحنا لكبري اكتوبر هنلاقي هناك كثفات مرورية مستمرة لحد العباسية هنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية هنلاقي إن في سيولة مرورية في كمان كثفات أخرى في الاتجاه العكسي التاني لكبري اكتوبر ونفس الكلام المتاجه إلى ميدان التحرير لمدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة ظهر الكثفات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائرية وفي محافظة الجيزة وتحديدا من شارع ترسة اللي بيشهد بعض الكثفات المرورية نتيجة غلق شارع الهرم في الاتجاهين كمان بتظهر كثفات تانية متحركة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بلاء ومبابة أما محور صفت ففي كثفات مرورية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة اللي جاي من دائر المونيب متجه إلى ميدان لبنان أو المهندسين يفضل أن يسلك محور الفريق كمال عامر ده بسبب السيولة المرورية اللي خلقها المحور ولو رحنا لشارع فيصل بيشهد كثفات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوتية والحد الطلبية بيشهد الطريق الدائري كثفات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا لمنطقة الدقي حتى ميدان الجلاء وبعض الكثفات أعلى دائر المريوتية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي حتى حضايق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية بنفكر حضراتكم أن وصلة الدائر اللي تم فتحها من عند نزلة الرماية وكمان القادم من أكتوبر نروح معاكم المحافظة القليبية ولو أنت جاي من محافظات الدلتة زي المولوفية وماشي على الطريق الإقليمي بيفضل أنك تكمل في طريق شبرى بنها الحر علشان ما فيش أي كثفات ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار اللي جاي من الزراعي بتظهر كثفات مررية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري لكن أصبحت أقل من المعتاد بيشهد الاتجاه الثاني كثفات متقطعة وصت متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثفات مررية بتظهر بالطريق والمنع ظهور زحام مروري للمركبان كمان انتظمت أيضا حركة السيارات بطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات ونروح معاكم لمحافظة بور سعيد وهنلاقي أن في سيورة مرية في أغلب الشوارع مع عدى بعض الكثفات المعتادة في ساعة الظروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثفات نسبية قليلة دي بتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية ومن طرح البحر هنروح شارع الجمهورية اللي فيه كثفات مرورية مكملة لحد آخر الشارع من جولتنا المرورية خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة الطقس يكون مائل للحرارة نهارا على القهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد في شبورة مائية الصبح هتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط صيناء درجة الحرارة في القهرة النهاردة 30 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 37 وأقل درجة حرارة في مطروح 26 درجة هنتبقى مع حضراتكم التقسي بالتفصيل لكن بعد شوية لكن هرجع مرة تانية لمحمد ومنه علشان نبدأ معكم في قرارة سبعة خلية مصر شكرا لك يا دينا